خمس عشرة حالة يعاينها طبيب واحد في اليوم الواحد وعدد المرضى في تزايد إضافة إلى شحة الدعم ونقص المواد وضعف الإمكانيات هكذا يعاني مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في محافظة عدن لأسف شديد الدعم الذي يقدم الحكومة دعم لا يذكر فالدعم الذي يتم إن شاءه والدعم الميزاني الذي يتقدم هي بند إدوية من السزمات الطبيية هي خمسة عشر مليون لقير في العام وهي لا تكفي المواد لعام كامل حيث أن الطرف الصناعي يكلف أكثر من ذلك الطرف الواحد ما بالك الميزاني البند الإدوية في العام 2000 تأسس المركز الوحيد في العاصمة المؤقتة عدن ولا يزال يقدم خدماته الطبية ويستقبل الحالات المرضية بمختلف الفئات العمرية والتي تزايدت منذ اندلاع حرب الانقلاب التي تدور راحها في البلاد منذ أربع سنوات فيه ازدياد يعني ازدياد وفيه أتخيل معنا يعني لا إحاب قائمة منتظرين نتصل للمرضى في ناس يقومون يافع لأنه دي المركز الوحيد اللي هو حكومي فالناس مش قادرة تروح خاص خاصة قل يشير قلسة بألفين المركز الذي بث في نفوس المرضى الأمل يطالب الجهات المختصة بتقديم دعم تشغيلي والمساهمة في الدشال واقعه المتردي حتى يستطيع الاستمرار في أداء مهمه والالتفات الجاد لوضع كادره وموظفيه خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي ضعفت الأعباء وساهمت في تراجع أدائه بشكل ملحوظ حني الجمال بالقيس عدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر